أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل ردا على اقتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أكد رئيس الأمريكي أنه سيبذل جهودا في هذا الإطار في الوقت الذي تتكثف فيه المفاوضات لتحقيق هذا الهدف وأقدعت الولايات المتحدة ومصر وقطر الأطراف إلى استئناف محادثات الهدنة في قطاع غزة غدا الخميس وتعهدت بتقديم مقترحات جديدة لسد الفجوات المتبقية إذا لازم الأمر من جهتها أشارت مصادر صحفية إسرائيلية أن ملامح الإطار الجديد تعد غير واضحة حتى الآن ولا تفاصيل حولها لكن الولايات المتحدة ستسعى لمنع تصعيد إقليمي ولإحراز تقدم على مسار الصفقة في ذات الوقت